السلام عليكم. ازايكم عاملين ايه? معاكم عبد الرحمن. ان شاء الله النهاردة هنتعلم ازاي تبدأ تتعلم خمس خطوات علشان تبدأ تتعلم المات لاب. اول خطوة عندنا هنبدأ ننزل في موقع اسمه معتز دوت نت. تمام? ده علي جميع البرامج الهندسية وبرامج اخرى. هتعمل بكلمة هيتلعلك ملفين. لو انت الويندوز بتاعك ملف بيدعم وفيه ملف تاني بيدعم سيكستي فور بيت. على حسب الملف بتاعك على حسب الويندوز بتاعك تنزل ايه? انهي نسخة من دول. طيب اه انا هشرح دلوقتي ازاي تنزل المتلاب الفين وتسعتاشر. اه النسخة سيكستي فور بيت. وعندك فيه اه معلومة مهمة جدا ان انت وانت بتنزل المتلاب سواء النسخة دي او دي تاخد بالك من حاجة مهمة جدا ان انت تستخدم برنامج سواء بقى تستخدم برنامج ليه? لان اه لو النور قطع او اه كهربا فسلت او الانترنت قطع او اي اي شيء حصل. اه البرنامج ده يقدر يخليك تكمل الداونلود. ما تقدر يعني ما تخسرش الجيجا زي اللي انت داونلود ده عملت لها تحميل. طيب لان الملف كبير عبارة على اتنين وعشرين جيجا. اه لو اه نزلت مسلا عشر جيجا جيجا في نص التحميل النور قطع ولا حاجة تقدر تكمل تاني ان شاء الله. طيب دي حاجة. تاني حاجة يعني انت تبقى محتاج اول حاجة تخش تعمل داونلود للماتلاب من الموقع ده. وانت بتعمل داونلود تستخدم برنامج داونلود زي برضو تقدر تنزله من هنا. اه هتلاقي موجود على الموقع ده برضو. هسيب لكم المواقع دي كلها في الدسكريبشن. طيب تاني حاجة انا محتاج اعمل ايه? انا محتاج اعرف ازاي ستطبه. يعني دلوقتي نسخة الفين وتسعة عشر دي. اه تسطبها سهل مستعب بس في خطوات معينة لازم اتبعها. تمام? الخطوات دي موجودة في فيديو انا لقيته على انترنت عبارة عن ربع ساعة. الفيديو ده اه خطوات بسيطة هو اه مش 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 طويل الشرح بس هو ايه? خطوات بسيطة بس انت اه اتبع الخطوات بتاعته. وتقدر تنزل المتلب برضو من اللينك ده. هو عامل لينك برضو فيه تقدر تنزل المتلب. وفي حاجة كمان. هو في خلال الفيديو بيقول لك انت فيه معين هتتخدمه. الكراك ده عشان تعمله داونلود. هتخش تعمل داونلود لكراك بس. ازاي? الموقع اللي هو هحطه وتخش عليه. وهو ما ديك الاختيار ان انت تعمل داونلود للبرنامج كله مع الكراك او كراك بس. تحت خالص هنا. اهو في داونلود للبرنامج كله. وفي داونلود للايه? للكراك بس. هتنزل الكراك بس. لو عايز تنزل البرنامج كله من هنا مع الكراك اوكي. طيب. يبقى كده تاني خطوة انا ازاي عرفت اصطبه? وصطبت المتلاب. هنخش على تالت خطوة اللي هي انا عايز ابدأ اتعلم المتلاب. اعمل ايه? طيب. هيكده عملنا الداونلود وازاي اصطبه? وسطبنا. طيب احنا عندنا بقى تلات مصادر لتعلم المتلاب. انت حر تختار منهم اي مصدر منهم اللي يجبك. بس اهم حاجة اهم واحد فيهم. موقع المتلاب نفسه. موقع هم عاملين اكاديمي. المتلاب اكاديمي دي بيتيح لك نتا تتعلم خمس كورسات للمتلاب. خمس مستويات. اولهم المتلاب ده بيديك وده اللي احنا هنشرحه ان شاء الله في الكورس بتاعنا. ولما بتكمل كل كورس بيديك من الموقع نفسه تقدر تعمل لها داونلود. وآآ جميل جدا. وباقي ده تخش كل مستوى تخش همستوى لبعده وفيه الماشين لرنينج وديب لرنينج وستيت فلو. اوكي. طيب الموقع ده مهم جدا. حتى لو انت مش حابب تتعلم من عليه. اعمل بس حساب عليه. لازم يكون عندك عليه. آآ ضروري يبقى عندك على الموقع ده. تاني حاجة. في آآ مصدر تاني لتعلم المتلاب. السراحة اللي انا استخدمته وتعلمت منه. واستخدمته في آآ الكلية في الكورس تاع الكلية ودخلت بيه الامتحان بدون اي حضور محاضرة او آآ او كورس خارج المتلاب. خارج الكلية. آآ الموقع ده عبارة عن جامعة ايدنبرج في آآ انجلترا. الجامعة دي موفرة كورس كامل. آآ على الانترنت. على الموقع بتاعهم وعملين قناة على اليوتيوب. آآ فيها عبارة عن اربعة وعشرين فيديو. فيها حلول وبخطوة بخطوة كل حاجة من زيرو. بيشرح لك واحدة واحدة ازاي تحل ازاي تكتب الكود. الاخطاء اللي ممكن تواجهها وتحلها ازاي. كل ده موجود في الفيديوهات دي كلها. طيب آآ اول حاجة انا هسيب لك اللينكات بتاعت الموقع دي كلها في تاعت. آآ الموقع الجامعة اهو. انت هتخش على اللينك ده هتنزل الكتاب ده. البي دي اف ده. البي دي اف ده عبارة عن ايه بقى عبارة عن هو كتاب ميت صفحة بيديك كلها وهو كاتب لك حتى في ان الكتاب ده معمول للناس اللي ما عندهمش خلفية عن الماتلاب. او ما عندهمش خلفية حتى عن البرمجة. هو بيساعدك من الاول خالص. ازاي تكتب برنامج وازاي تفهم الاوامر ازاي تعمل برنامج على الماتلاب. وده الكورس اللي انا تعلمته واستخدمته في انا انا اعدي المادة دي في الكلية. والصراحة اهو كورس ممفيد جدا وسهل وخطواته جميلة ومبسط. وحتى كل جايب لك فيديو تحته تخش تعرف الفيديو ده ازاي تحله. وكل كتب لك الحل بتاعه. حتى ورا كل يعني نجي نخش لانشوف اول تحت كل سؤال بيجتب لك الانصر بتاعه. وفي فيديو كامل لشرح ازاي تحل تحت خلص اهو فيديو اللينك بتاع الفيديو. فالنزام ده معمول لكل الموجودة في ده. طيب تاني حاجة ادي كده ده تاني مصدر موقع جامعة ايدنبرج في انجلترا. في مصدر تالت الصراحة لو انت مش حابب تتعلم من المصدرين تقول في مصدر تالت جميل جدا برضو باللغة العربية. آآ شرح للماتلاب على اليوتيوب هي قناة لمهندس آآ معانا اسم مهندس هاشم برضو عامل قناة مختلفة جدا. بلايليست عبارة عن تمنتاشر فيديو. فيها ملخص كلها. ازاي تستخدم الماتلاب. برضو يبدأ معك واحدة واحدة. وشرحه بصراحة اتفرقت على الفيديوهات بتاعته. شرحه منظم جدا وآآ جميل وبسط يعني. انصح بي اي حد آآ بيحابب يتعلم آآ الماتلاب باللغة العربية. المحتوى ده جميل جدا ومفيد. آآ طيب ادي عندك تلات مصادر لشرح الماتلاب. كده دول اهم خمس خطوات ازاي تبدأ تتعلم الماتلاب. خمس خطوات علشان تتعلم الماتلاب. اول حاجة تنزل الماتلاب من موقع اللي هو المعتز توت نت. تاني حاجة ازاي تسطب الماتلاب من الفيديو اليوتيوب اللي تقتلك عليه. تمام? وبعد ما تسطب الماتلاب انت محتاج بقى تعمل على الموقع اللي هو عشان تخش على الماتلاب اكاديمي. وآآ ممكن تشوف المحتوى بتاعهم برضو جميل ومفيد. وفيه برضو مصدر تاني. اه تقدر تخش برضو تحمل الفيديوهات بتاعته وتشوفها. وفيه آآ لازم تحمل برضو بتاعه. وفيه اليوتيوب كورسز زي اللي انا ورتهلكم بتاع بشمانس هاشم. وان شاء الله انا هتابع معاكم برضو خطوات آآ آآ مفصلة. شرح مفصل للماتلاب. وازاي نعمل برامج محترفة ونحل امتحانات وآآ نوصل ان شاء الله مع بعض لمستوى كويس تقدر تعدي به اي امتحان لو انت في كلية او بتعمل ماجستير او كده. آآ شكرا جدا. شوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. كان معكم عبد الرحمن.